السلام حبيباتي اليوم اجبت لكم بريوش مقطن هايل عندي مغرفة خميرة الخبز نصف كاس سكر احبه ولد الجج كاملة وحبه غير البعيض وعندي لفاني كاس تاع الحليب يكون دافي مع نصف كاس تاع الماء دافي كما نرى ونضيف 6 مغرف تاع الزيت يكونوا اكبر نخلطهم مليح مليح لا يجب الماء والحليب يكونوا سخونين حتى لا يحرقون الخميرة الخبز نخلطهم مليح مليح وكما رأيكم تشاهدون حبيباتي السافر اعني خليطها علاجا لكي ندهنوا بها البريوش الخبز نضيف فرشيطة او لديك بيتخان وكما احبتي لكي تجيك العملية سهلة كي تخلطوا مليح مليح اهنا نزيد الكاس الول تاع الفارينا دايمان هنا سوف يدرنا زوج كيسا فارينا نضيف نصف مغرفة كبيرة تاع الملح لو كنديرو شوية رح يجيكم السامة باك كونتخ بهدو المقادير مضبوطين رح يجيك بريوش وعليه الكلام اه هنا هنديرو الكاس تالت تاع الفارينا اذا كنت مغرب لا يكون احسن يجيكم خفيفة وتجوغ الفارينا اللي المبتدئات ندخلو شوية بشوية سينو الارمينا الفارينا على مرة رح يجيكم تقيل ويجيكم معجن وما يجيكم مليح صعلا هنا ياراني يندخل في الكاس الرابع غير بالعقل كيما شفتو ترفضنا 1 دا ربعة كيسان او نص حتى الخمسة ساديبو على حساب الفارينا تاعك ايدا تشرب ولا لا لا حبيبتي كيما كيشوفي غير بيدي نطمها وتنطملي غير تنطملي احنا ربديتلي كيما قلتلكم 4 كيسان ونص فارينا ندير لها مغرفة كبيرة تاع المارغارين بدرجة حرارة المطبخ يعني تكون شوية طريه باش الجينة سهلة في الخدمة ونقعد ندخل فيها في هذه الفارينا حتى نتحصلو علي عجينة طريه وملساء فالان خليه يخمر 30 دقيقة ونغطيه بينصير ونعود نرجع ليكم بعد مجاز تلي 30 دقيقة هبطت كامل هادك العجينة تاعي شكلتهم كريات على هاد الشكل انت هي الشكل اختياري كيما حبيتي ديره يعني هنا تقعد لك هرية الاختيار انا هنا درتو خفيف الضريف يعني تاع قهوة العاصر ولا ديوف الغفلة ما يشدلكش كامل الوقت هاد الكويرة الكبيرة رح نفتحها ونحشيها بالشوكولة بسك ماشي كامل يحبوا البريوش محشي بالشوكولة كل واحد وكيفاش يحب هادوك الكويرة اذا حبيتو تحشوهم بالشوكولة كيف كيف تقدرو تديرو لهم الشوكولة هنا اضطي شوكولة تختيني بهذا الشكل ولازم تكون شوية رقيقة باش ما يجي نشمع الجن نطليها كامل ونقطعها بالموس وندورها ونشكلها على شكل حلازون فلانسو ديها تخيط خبيه من تحتها باش تضرحها وهنا يا شفو تحصلت على هذا الشكل الشباب ندهن الفارينة تعينا رشها بشوية تاع الفارينة وخليهم اريحو 15 دقيقة ندهنهم بولاد الججدك السافر وندخلهم من الفوق على النار متوسطة كي تطيب لي من تحتها وتحمر لي من فوقها باش يعني حتى تطيب لي تخبيه من تحتها انشعل عليها من فوقها سينو يقعد للكم معجن لداخل وما يجيكم شطيب ملاح السر كامل راهو في الطيب سوى البريوش ولا الموسكوش ولا لازم يطيبوه على النار متوسطة هنا تحمر لي جاء ما شاء الله وشو نقول لكم مقطن وخفيف ريشة وينتكل فتقيقتو يجي ما شاء الله شاهدكم في الجنة حبيبتي ان شاء الله تسيوا الوصفة وتنجحوا فيها ما تنسوش الاسيتوها وانجحتو فيها وعجبتكم كي ما را كنت شوفوا يجي مقطن ويجي هايل بحثوا لي في الانستغرام ولا تتاقيوني باش نعاود نتاقيكم ودكان يجي نقسم لكم باش هكذا تشوفوا النتيجة صدقوني بشي يجي يجي بزاف هايل سيوه وما تندموش ويفرحوا به العيلة تاعكم وممدو يفتحكم وممدو ما تفرحوا به ان شاء الله ما بقى لي غينقو لكم نحبكم بزاف وقبل آخر تهلا في روحتيكم مع السلامة